الرحلة تلاغت واحنا وقفين في الطابور عشان نشوف هنسافر امتا؟ اول واحد في الطابور اتخلق مع الموظف وصوته علي وبدأ يشتم والموظف كان هيطرشق بس بكل ادب قاعد يقول له انا متأسف جدا حضرتك بس مفيش رحلة غير بكرة تاني واحد بقى دخل على الموظف وشوية شوية الموظف بدأ يبتسم وطلعوا على رحلة بعدها بساعتين هل ده منطقي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل الناس الحلوة في حلقة جديدة معاكم الدكتور كريم درويش كلنا نعرف اشخاص لهم سكك مع الناس سواء بيتعاملوا معاهم باستمرار او بيقابلوهم لاول مرافعاتهم وتلاقي الناس بتعزهم وتخدمهم حتى بدون ما يطلبوا في ايه سر الناس دولة؟ في الحلقة دي هتكلم على 3 حاجات الناس دولة بيعملوها وزي احنا كمان ممكن نطبقها في تعاملاتنا مع الناس علشان الناس تحبنا وتعزنا اول حاجة هتكلم عليها هي لغة الجسد او بالاحرى الاشارات غير المنطوقة اللي احنا بنبعثها للناس اول ما بيشوفونا المدهش في الامر ان احنا بنكون انطباعاتنا عن الناس في اول 15 ثانية من التفاعل معاهم ولو قفلنا من اللي قدامنا بيبقى صعب جدا ان الامور تزبط بعد كده فنركز احنا بنعمل ايه في السوائل الاولانية دي جدا وتحديدا في اشارة بتفرق فرق كبير مع الناس وممكن تخلي الناس تقول عننا ان احنا مريحين الاشارة دي باختصار هي الابتسام وبقصد هنا الابتسامات الحقيقية مش المصطنعة لان الابتسامات المصطنعة بتنفر الناس وخليكم معايا عشان اقولكم على 3 حاجات هنعملها مع الابتسامة هتخليها سوبر فعالة الابتسامات الحقيقية لها تأثير عجيب على الناس لان ابتداء الانسان عنده خلايا عصبية اسمها خلايا الاعصاب المرئاتية او mirror neurons الخلايا دي بتخلينا نحس بنفس احسيس الناس اللي حوالينا فلو شفنا مثلا شخص قدامنا متعور الخلايا دي بتخلينا نحس بالقلم ولا شعوريا بنحاول نبعد عنين عن المشهد علشان نوقف القلم وبنفس الطريقة لما نشوف حد قدامنا بيبتسم بنبدأ نحس بالسعادة احنا كمان وبصورة تلقائية بنبتدي نقلد الشخص اللي قدامنا ونبتسم احنا كمان والابتسام دا بيخلي المخ يفرز هرمون اسمه اندورفن والهرمون دا بيزود من سعادتنا كمان من كتر من الموضوع الابتسام دا مهم الرسول صلى الله عليه وسلم حسنا عليه في احاديث كتيرة وقال لنا تبسمك في وجه اخيك لك صدقة وقال لنا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق واحد من الصحابة اسمه جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم في وجهي فالابتسامات مهمة للغاية وعشان نقوي مفعولها كمان هنعمل ثلاث حاجات اضافية اول حاجة ان احنا نبص في عيون الناس لمدة ثواني بطريقة محترمة طبعا وبدون بحلقة او هيم وبطريقة مقبولة مجتمعيا تاني حاجة ان احنا نغمز غمزة بسيطة بالحجب بتاعنا الغمزة المفروض بتاخد جزء من الثانية اغلب الناس مبتاخدش بالها من الغمزة دي لانها بتكون سريعة قوي بس العقل الباطل بياخد باله وبيفصل الغمزة على انها اشارة ايجابية ان الشخص اللي قدامنا مركز معانا وتالت حاجة ان احنا نميل راسنا نحية اليمين او نحية الشمال شوية صغيرين ميل الرأس مريح للي بيبصنا وغالبا المتلقي ما بيشوفش الميل ده الا من صحابه او المقربين منه فلما بنميل راسنا العقل الباطل بتاع المتلقي بيدخلنا لا شعوريا في دايرة المقربين تمام اول خمسة ل 15 ثانية عدوا بنجاح مع الابتسامة العريضة والنظر مباشرة في عيون الناس مع غمزة الحاجب وميل الرأس شويتين الخطوة اللي بعد كده ان احنا نحسس الناس ان احنا زيهم او شبههم او من نفس المجموعة بتاعتهم زي ما قلتلكم قبل كده الناس بتحب الناس اللي زيها سواء ان هم من نفس البلد او بيشغلوا نفس الشغلانة او وجوههم شبه بعض او بيحبوا نفس الهواية او لهم نفس الرأي في قضية او في حاجة تانية بتجمع بينهم حتى لو كان نفس الاسم فلو احنا لقينا دوائر مشتركة بيننا وبين الناس وذكرناها فده هيخلي الناس بص لنا على اننا شبههم وبالتالي هيتبني بيننا وبينهم علاقة خاصة لما ربنا حكى لنا قصة سيدنا يوسف عليه السلام في القرآن وذكر لنا المشهد بتاع الاثنين المساجين اللي راحوا يسألوا عن الرؤى بتاعتهم لما نادى عليهم قال لهم يا صاحب ايه السجن فذكرهم بالدائرة اللي بتجمع بينه وبينهم لما تقابل شخص حاول تلاقي ارض مشتركة بينك وبينه باسرع ما يمكن سواء ده لي علاقة ببلدك او لغتك او دينك او اهتماماتك او فريقك المفضل او حتى اسم اخوك او اختك ولو ما فيش حاجة زبطة خالص وده شيء نادرة لما بيحصل ممكن تذكر ان اخوك او ابن عمك شبه الشخص اللي انت بتكلمه اللوب الصهيوني في امريكا بيوصلوا الاعضاء الكونجرس من خلال ان هما يدرسوا اهتمامات كل واحد فيهم ويشوفوا واحد صهيوني ليه اهتمامات مشابهة ليهم ويزوء الشخص المشابه ده علشان التبرعات كلها هتيجى عن طريقه وروح يلعب معهم الرياضة اللي هما بيحبوها ويأكل معهم في المطعم اللي بيحبوه ويخرج معهم الخروجات اللي هما بيحبوها الشبيه ده بيكون احد اخطر مفاتيح اللوب الصهيوني في التأثير على الكونجرس فكل ما تبقى شاطر في انك تحسس اللي انت بتكلمه انك شبهه كل ما هتفتح لنفسك ابواب كتير مع الناس لو الحلقة عجبكو لغاية دلوقتي لايك وشير هيكونوا حاجة تجبر الخاطر الخطوة اللي بعد كده ان احنا نجبر بخاطر الناس ونظهر لهم الاهتمام والتفاهم اول ما ظاهر الاهتمام ان احنا ننادي الناس باسماءهم فنقول كلمات زي السلام عليكو يا احمد او اهلا وسهلا يا مريم طبعا ما احترام الالقاب في بعض المجتمعات الالقاب فيها زي استاذ ودكتورة وبشمهندس او غيره بتكون ضرورية للغاية اكتر اسم احنا بنحبه هو اسمنا وعادة محدش بينادينا باسماءنا الا المقربين مننا فلما حدي ينادينا باسمنا بننبسط وبنحطه جوه دايرة المقربين لنا لو انت في الشغل نادي على الناس باسماءهم ولو انت بتتعامل مع موظف شوف اذا كان معلق اسمه علشان تنادي بيه او انتبه علشان تهرف الاسم اللي زميله بتنادي بيه برده بعد كده اول حاجه نقولها هي عبارة شكر او مديح الشكر والمديح بيسعدنا ويحطنا في الموت بتاعة البيئة الطلبات اللي بيكلمنا فلو احنا في الشغل مثلا ممكن نقول جزاك الله خيرا يا ايمن عالتقرير او انا بسعد جدا يا احمد لما باشوفك ولما نتعامل مع موظف ممكن نقوله انت منور النهاردة يا استاذ حسن او ربنا يكرمك يا مدام عواطف على مساعدتك للناس والله يا جدعان احتمال والله احتمال يعني نعرف نخلص المعاملة من عند المدام عواطف اللي في الدول التالت في المكتب اللي في اخر الطرق على الشمال الطريقة التانية لجبر الخواطر والتفهم هي ان احنا نحسسهم ان احنا نحسين بهم ومتفهمين لمشاعرهم كم مرة بنسمع حد بيقول نفسي عيالي او مراتي او اهلي او ناس تحس بي فده مطلب انساني اساسي كلمات زي شكلك فرحال النهاردة ربنا يفرح قلبك او انا عارف انك متضايق مني عشان ادخرت عليك وليك حق الحقيقة ان انت تزعل مني او تقول لموظف شكل الشخص القابليه عكلا عليك او انت ما بتسمعش من الناس غير شكوي بس ربنا يعينك ويقويك علي بلد ناس لو الشخص متنرفز ومعاكنن ولقى حد حاسس به غالبا بيفك ولو هو سعيد والناس بتحسسوا ان هو سعيد لساعدته فساعدته بتزيد في ناس شغلتهم بتكون اساسا ان هم يتعاملوا مع الجمهور وشغلتهم بتكون شاقة فعلا ومطلوب منه ان هو يكون مبتسم على طول والناس بتعملوا زي الهباب شغلانات زي الكشير والجرسون والموظفين في الدوائر الحكومية واللي شغلين في خطاعات الخدمات والضيافة عمتا عادة الناس دولة لو لقوا حد بيبتسم في وشهم ويمدحهم بكلمات ويحس بيهم هيبقى عاوزين يشلو فوق رأسهم جرب تعمل كده مع الناس دولة وهتشوف منهم حاجات حلوة قوي يمكن يرفع تذكرتك لدرجة اولى وانت بتسلم شنطتك اما بقى الطريقة الثالثة لجبر الخواطر هي ان احنا نسمع حكاوي الناس باهتمام ونخليهم يتكلموا عن نفسهم وعن عيالهم وتحب الناس تسمعها وهي بتتكلم وده احد الاسباب اللي بتخلي الناس مدمنة على وسائل التواصل الاجتماعي الناس بتحطوا صور ليها ولولادها على الفيسبوك وبتحب الناس ان هي تعمل لها لايك او تكتب لها تعليقات زي ما شاء الله سوبر كيوت ربنا يخليكم البعض ولو نكاشت الناس عشان يتكلموا عن نفسهم وبدأوا يتكلموا هيحبوك ويعزوك قوي ولو انت قلت لحد ما شاء الله انت تعلمت الطريق دي فان فغالبا بقى هيقعد يحكي لك على الامجاد بتاعته و والجامعة اللي رحى و المدرب بتاعه وهيتكلم بكل فخر وبما انك هتبدي اهتمامك بكلامه وطول ما يتكلم هات الكلمات زي ي Emilesar او فعلا فالشخص هيلم به قدك على الاخر انس بن مالك رضي الله عنه كان عنده اخ صغير عنده 3 سنين كان الرسول او سلم بيكمنه بما ابي عمير والطفل ده كان عنده نغر يعني طائر صغير بيلعب بيه فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعب ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير فمرة الرسول صلى الله عليه وسلم عد عليه ولقاه حزين فسألوا يا أبا عمير ما فعل النغير فالولد رمأ نفسه في حضن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيعاية ويقول لقد مات النغير فالرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يطيب في خطره لغاية لما الولد هدي ويبتسر فزي ما قلت لكم في أدوات جبر الخواطر الرسول صلى الله عليه وسلم نادى الطفل بالاسم اللي هو بيحبه أو بالأحرى بالكنية اللي بتحسس الطفل إن هو بقى كبير ومهم وكان بيعد يسمع لطفل عنده 3 سنين بيوريه إن هو مهتم بقى حسيس وبمشاعره فاجبروا خواطر الناس ربنا يجبر بخاطركم فالخلاصة إن لغة الجسد أول حاجة الناس بتشوفها وبتقرر على أساسها عاوز تتعامل معانا ولا لا سفيان بن عيينة عليه رحمة الله قال البشاشة مصيضة المودة والبر شيء هينه وجه طليق وكلام لينه وضروري إن إحنا ندور على أوه الشبه بيننا وبين الناس لأن الناس بتحب الناس اللي شبهها سواء في الاهتمامات أو الهويات أو اللغة أو الدين أو حتى الطول ولون العنين وسفيان الثوري عليه رحمة الله قال ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم فجبر الخواطر بيكون من خلال منادات الناس بأسماءهم وشكر الناس والمديح ليهم والتفاهم للمشاعر بتاعتهم وسماع كلامهم وحوادتهم في نهاية الحلقة أحب أشكر كل الناس اللي بتدعم القناة وأحب أسمع عن تجاربكم الشخصية في التعليقات أسفل الفيديو ولو عجبتكم الحلقة ضروري 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 تكبروا خطري وتعملوا لها شير على فيسبوك وتويتر واتساب وتليجرام وضروري تعملوا سبسكرايب وتفعلوا خاصية الجرس وتشاركوا في القناة بتاعت تليجرام عشان يوصلوكم كل جديد من القناة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته